فاجأتنا بآخر فترة الفنانة نانسي عجرم بإطلالاتها باللون الأبيض وكان اختيارها للون الأبيض حلو ومناسب لفصل الصيف ودائماً اختياراتها تكون أنيقة وتناسب جسمها ورشاقتها لذلك اليوم جمعنا لكم مجموعة من آخر إطلالاتها على الإنستجرام تقدرون تستلهمون منها إطلالاتكم القادمة أول إطلالة كانت إلها بفستان قصير باللون الأبيض مثل ما دينشوف الفستان يشبه لبليزر بأكمام طويلة مع أزرار وكانت قصة الرقبة بحرف الفي مع جيبين أماميين وأزرار أيضاً من الأمام بلون الذهبي كانت إطلالتها بسيطة زينتها بعقد عريض بلون الذهبي وكانت تسريحة الشعر جداً بسيطة إطلالة هي تشيحل ويمكن تكون كإطلالة مسائية بفصل الصيف فعلاً ما يسمي ناسي أذروا من الفنانات اللي دائماً تفتار إطلالات بسيطة وراقية بنفس الوقت تناسب جسمها وشخصيتها أيضاً الأطلالة اللي حابة أذكرها هي أطلالة جداً بسيطة وجداً عملية وألوانها جداً سهلة التنسيق اختارت أنه تلبس توب بلون النود أو البيج التوب صيفي بدون أكمام نسقتها مع بنطرون جينز أبيض البنطرون كان من نوع الأرجل العريضة كملت الأطلالة بحذاء رياضي باللون الأبيض أيضاً وبتفاصيل مرسوم عليه نجوم باللون البيج فكانت أطلالة متناسقة وجداً عملية وجداً بسيطة مثل معلمتنا ناسيا عجرم بالفعل بان نانسي من الفنانات اللي جداً كلاسيكية بأطلالتها ودائما تحب البساطة بأي أطلالة حتى في الحفلات مو بس الأطلالات الكاجوز أما الأطلالة اللي أنا رح أتكلم عنها لنانسي عجرم فهي أطلالة صيفية بامتياز باللون الأبيض شفنا نانسي بفستان باللون الأبيض قماشة مثل قماش القميص يجي عليه طبقات من الأمام بأكمام كبيرة نوعاً ما منفوخة وأيضاً زينت الفستان بحزام رفيع باللون الأسود الفستان حتى من تحت يجي عريض وقصير فأرتدت ويا حذاء كبير الحجم نوعاً ما باللون الأسود حذاء فلات فكانت أطلالة كاجوز بامتياز وإذن اختتمت أطلالة بتسريحة شعر بونيتيل مرفوع على مود تكمل الكاجوز مع الأطلالة